موسيقى مشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم في هذا العرض الإخباري الجديد من قناة الأخبار المغربية إينفاند كات بالرباط صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سيد عزيز أخ النوش رئيس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بإحذات السجيل الوطني الفلاحي وآخر يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية وأكد على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحذات منذوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية تفاصيل أوفا في تقرير وليد حميدي علوي صادق مجلس الحكومة برئاسة سيد عزيز أخ النوش رئيس الحكومة على مشروع قانون رقم 7821 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية حيث قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا أمام مجلس الحكومة نص هذه الاتفاقية تم التوقيع على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية بسترسبورغ فرنسا بتاريخ 20 شتنبر 2021 بهدف محاربة التلاعب بالمسابقات الرياضية وحفاظا على نزاهة الرياضة واحترام قواعد السلوك الرياضي من جهة أخرى صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 80-21 بأحداث السجل الوطني الفلاحي والذي قدمه سيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الأهداف من السجل الفلاحي من الأوراج التي هي مهمة جدا والتي ستكمل الأسس والآليات التي تنزيل السياسة العمومية بصفة عامة وحتى البلورة السياسة العمومية في القطاع الفلاح كما صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم يقضي بتطبيق القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية ومشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيين في منصب عال وذلك طبقا لأحكام الفصل الثاني وتسعين من الدستور أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الخميس عن تسجيل ثلاث وفيات بفيروس كورونا ومئة وخمسة وثلاثة إصابة جديدة بالفيروس فيما بلغ عدد المتعافين مئة واربع واربعين شخصا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية الوزارة أبرزت في النشرة اليومية لحاصلة كوفيد تسعة عشر أن أزيد من مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس فيما ارتفع عدد الملاقاحين بالجرعة الثانية إلى أكثر من اثنين وعشرين مليون وستمائة واثنين وتسعين ألف شخص أشهد مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة السيدة بالمغرب الدكتور كمال العالمي بالدور المتميز الذي يطالع به المغرب في مجال مكافحة هذا الفيروس وذلك مقارنة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط إنشادة السيد العالمي جاءت في تصريح لقناة الأخبار المغربية بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة دائسيدة لنتابع المغرب متميز في مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنه يسعى بخطاء حثيثة لتحقيق الأهداف المحددة على المستوى الدولي وكذل متعلقة بنهاية فيروس نقص المناعة المكتسبة سنة 2030 المغرب نجح كذلك في تقليص الإصابة الجديدة وحالات الوفاة إلى حوالي 50% بين سنتي 2010 و2020 وبالتالي فهو من بين الدول التي تحرز تقدما كبيرا في الاستجابة لفيروس نقص المناعة المكتسبة وفي هذا الصداد تم تحقيق هذا التقدم بفضل سنوات عديدة من الالتزام السياسي وشاركة نشطة للغياء بين الحكومة ووزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن تبني مقاربة قائمة على حقوق الإنسان بمشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من جهة أخرى كان المغرب من بين البلدان التي استجابت بشكل جيد لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة فترة الجائحة لسيما من خلال الاستمرار في تعزيز وتقديم خدمات العلاج بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني إزالة الكربون من الصناعة المغربية ستعود بالنفع على الفاعلين الاقتصاديين لا سيما من الناحيتين الاقتصادية والبيئية ذلك ما أكده متدخلون في مئدة مستديرة نظمها بالرباط مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد والبنك الدولي حول موضوع إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي التحديات والفرص في أعقاب قمة المناخ كوب 26 كوثر تجاري وتقرير التالي تم بالرباط تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي التحديات والفرص في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد والبنك الدولي وخلال هذا الحدث قال مدير البنيات التحتية بوزارة الصناعة والتجارة إن إزالة الكربون من الصناعة المغربية ستعود بالنفع على الفاعلين الاقتصاديين لا سيما من الناحيتين الاقتصادية والبيئية من جهته أبرز مدير شؤون تغير المناخ والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدمة أن المغرب انخرط في الدينامية الدولية لمكافحة تغير المناخ لا سيما من خلال التوقيع على اتفاق باريس للمناخ مؤكدا أن الأمر يتعلق بإرادة سياسية قوية على أعلى مستوى بمراكش يجتمع عدد من الفنانين في طار النسخة الأولى من المعرض الفني الخريفيات وهو لقاء فني انتقائي يهدف إلى الترويج للفني بجميع أشكاله وتعبيراته من أجل المساهمة في تحقيق مشاريع خيرية تقرير كوثر تجاري يسلط الضوء على هذا اللقاء الفني يجتمع فنانون ونحاتون ورسمون ومصمم أزياء ومصورون فوتوغرافيون في مراكش خلال دورة الأولى للمعرض الفني الخريفيات كموعد فني يروم النهوض بالفن بكل أشكاله وتعبيرها والمساهمة في إنجاز مشاريع لفائدة جمعيات خيرية لقد مررنا بمرحلة جد صعبة مع جائحة كوفيد كما أنني أرى أن هذه التظاهر الفنية ستساهم لا محلة في إنعاش الحياة الفنية وتشكل هذه التظاهر الفنية التي ستواصل إلى غاية الخامس وعشرين دجمبر فضاء للالتقاء بين فنانين موهوبين والشباب والجمهور العريض في معرض جماعي غني بالألوان هذا المعرض أعطينا فرصة لكي نبين العمل الجاري ونصي نحتك بفنانين كبار ونستفد من الخبرات الجارية بما أننا مغرب كله يجب أن نوحد الأزمة والعالم كله يجب أن نزمة الكوفيد فهذا المعرض كان بالنسبة أنه أعطي الحياة وعطينا فرصة أخرى لكي نخدمه وكي نرتافة أكثر الفن الجاري كما يشكل معرض الخريفيات لحظة للتضامن بما أنه سيتم تخصيص جزء من إرادات المبيعات لأعمال خيرية تحضى بدعم بعض الفنانين أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أن أسعار الغداء العالمية سجلت ارتفاعا خلال نوانبر المنصرم وذلك لشهر الرابع على التوالي المنظمة كشفت أن هذه الأسعار تظل عند أعلى مستوى في عشر سنوات أسعار الغذاء العالمية تشهد ارتفاعا قياسيا خلال شهر نوانبر الماضي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أكدت أن الأسعار وصلت لأعلى مستوى لها في عشر سنوات حيث سجل مؤشر أسعار الغذاء 134.4 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقارنة مع 132.8 نقطة في أكتوبر الماضي ويعزى الارتفاع حسب المنظمة إلى الطلب القوي على القمح ومنتجات الألبان حيث أن أسعار القمح تدعمت بمخاوف بشأن أمطار في غير موسمها في أستراليا فيما سجل مؤشر منتجات الألباني أعلى زيادة شهرية بارتفاع بلغ 3.4% عن الشهر الماضي وعرفت المنتجات الزراعية ارتفاعا حادا العام الماضي بسبب انتكاسات المحاصيل وارتفاع الطلب ما جعل أسعار القمح تصل إلى أعلى مستوياتها منذ ماي 2011 سلالة أوميكرون المتحورة قد تسبب أكثر من نصف إصابات كوفيد-19 في أوروبا خلال بضعة أشهر التحذير صدر عن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وهو الوكالة المعنية بالصحة العامة في الاتحاد الأوروبي التفاصيل في تقرير مها الصالح قال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وهو الوكالة المعنية بالصحة العامة في الاتحاد الأوروبي إن سلالة أوميكرون المتحورة قد تسبب أكثر من نصف إصابات كوفيد-19 في أوروبا خلال بضعة أشهر وأضاف المركز أن هناك مؤشرات على أن أوميكرون قد يتسبب في أكثر من نصف إصابات سارس كوفيد-2 في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية في غضون أشهر قليلة ويمكن أن يدعم هذا التقدير المعلومات الأولية حول قابلية أوميكرون العالية جدا للانتقال مما يفوق حتى قدرة السلالة دلتا والتي كانت تعتبر قبل ظهور أوميكرون أكثر سلالات فيروس كورونا الرئيسية قدرة على الانتشار أعلنت السلطات الصحية الأمريكية عن رصد أول إصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا لدى وافد من جنوب إفريقيا المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها أوضحت أن الشخص خضع لفحص في كاليفورنيا وجاءت نتيجته إيجابية تفاصيل أخرى مع عبداللطيف بن طالب أول إصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في الولايات المتحدة ترصد لدى وافد من جنوب إفريقيا فوفق المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها خضع الوافد لفحص في كاليفورنيا وجاءت نتيجته إيجابية رغم أنه ملقح بشكل كامل وكانت تظهر عليه أعراض خفيفة في طور التحسن الوافد المصاب يخضع الآن لحجر صحي حيث لا تزال نتائج فحصه إيجابية وتم التواصل مع كل مخالطيه وجاءت نتائج فحصه سلبية كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي ذكر أن الوافد المصاب عاد من جنوب أفريقيا في الثاني والعشرين من نوانبر وثبتت إصابته بعدها بسبعة أيام وتعتزم الولايات المتحدة زيادة الفحوص وتشديد مقتضايات الحجر للمسافرين الوافدين من خارج البلاد بما في ذلك الخضوع لفحص كشف الإصابة قبل يوم واحد من المغادرة وفق المراكز الأمريكية للوقاية كما من التدابير المطروحة إخضاع الوافدين لفحص إلزامي عند الوصول أو إلزامهم بالحجر الصحي بغض النظر عن نتيجة الفحص بالعاصمة الهندية نيو ديلهي أمرت السلطات بإغلاق المدارس والجامعات حتى إشعار آخر اعتبارا من يوم غد الجمعة بعد أن انتقدت المحكمة العليا إدارة المدينة بسبب إعادة فتح المؤسسات التعليمية على الرغم من الجودة الضعيفة للغاية للهواء تقرير مها صالح أمرت العاصمة الهندية نيو ديلهي بإغلاق المدارس والجامعات حتى إشعار آخر اعتبارا من يوم غد بعد أن انتقدت المحكمة العليا إدارة المدينة بسبب إعادة فتح المؤسسات التعليمية على الرغم من الجودة الضعيفة للغاية للهواء وقد سبق أن قررت حكومة المدينة الأسبوع الماضي إعادة فتح المدارس والجامعات بعد إغلاقها نحو خمسة عشر يوما بسبب زيادة تلووت الهواء وقال وزير تطوير البيئة والغابات والحياة البرية إن حضر البناء وحضر دخول الشاحنات التي تحمل البضائع غير الأساسية سيستمر كما طالب السكان باستخدام المواصلات العامة وأدخلت حكومة العاصمة سبعمائة حافلة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي لتشجيع السكان على استخدام المواصلات العامة لثلاثة قرون متواصلة حفظت أسرة الفاخورية الفلسطينية على تراث صناعة الفخار جمال الفاخوري واصل حمل المشعل نكتشف بعضا من يوميته في تقرير عبداللطيف بن طالب في قبو صغير في بلدة جبع وسط الضفة الغربية يدعب جمال الفخوري بيديه الطين منذ أربعين عاما فيحوله إلى تحف فنية متعددة الأحجام والأشكال محافظا بذلك على تراث عائلته في صناعة الفخار منذ ثلاثة قرون الناس أبعدوا عن الفخار شوي لأنه طلق البلاستيك البلاستيك أثر عليه بفترة من الفترات بس أثبت إنه البلاستيك مش صحي فالناس صاروا يبتعدوا عنه وردوا تكريبا هسه يجعوا للفخار فالفخار كابل للزينة وكابل للاستعمال لأنه صحي أولا شي أنا جاي عندي الفخوري أضاء محل تاريخي ومعتمد ومعروف واليوم الناس عنا بدت ترجع للتراث القديم اللي هو الفخار اللي منه للميه هو بعيد الحياة للميه والناس اليوم فيه ناس بتأخذ منه تعتبره زيني وفيه ناس بتأخذه إشي عملي جمال ذو الخمسة والخمسين عاما الوحيد في عائلته من حمل مش على هذه المهنة بمدينة جنين يقوم بتشكيل الطين إلى أشكال مختلفة من قدور وأباريق ومزهريات عمل يستغرق ساعات من تحضير الطين حتى تصبح الأواني في هيئتها الأخيرة بالعراق عاد فنانون الحياة لأحياء تراثية كانت مهملة في بغداد إذ يرسمون جداريات زاخرة بالألوان على جدران الأزقة الضيقة في الكاديمية في عمل جماعي ضمن فريق أثر الفراشة تقرير في الموضوع عده أبا درزيو أزقة بغداد تتحول من فضاء منسي إلى بستان ألوان زاخر فنانون عراقيون أعادت أناملهم الحياة لأحياء تراثية مهملة في قلب الأزقة الضيقة في الكاظمية وسط العاصمة العراقية أول رسمة كانت بمنطقة الكاظمية طبعا هي منطقة تراثية منطقة شعبية من نفس الوقت نفذنا عليها فكرة رسمة البغدادية بصراحة ما كنا نتوقع أن هذه الرسمة بهذا المكان ستوصل بشكل كبير خلال يوم واحد وصلت على مستوى من خلال تواصل الاجتماعي الرسوم الملونة تصور مشاهد من الحياة اليومية لسكان بغداد في الماضي إضافة لمداعبتها تاريخ بغداد الأثيل عبر رسمها شخصيات مشهورة ولدت في هذه المنطقة لتجعل تلك الرسوم أكثر جدبا ليس فقط لسكان الحي بل أيضا لعراقيين قادمين من مناطق مختلفة حجوا لمشاهدة تلك الأعمال الفنية المنطقة كانت تراثية سابقا ومرور الزمان انهملت فهذه الشباب رجعوا برسمهم للشناشيل برسمهم للشخصيات من أهل الكاظمية العمالقة أعادوا الروح لهذه الحياة وعادوا تراثها فريق أثر الفراشة يجسد عملا جماعيا فريدا أعاد الروح لأزقة أثرت عوامل الزمن والإنسان في شكلها لتستعيد الجدران جمالها وتستعيد معها شبابها المستلب وفي الخبر الرياضي خاد المنتخب المغربي الرديف لكرة القدم اليوم الخميس حصة تدريبية خصصة لإزالة العياء بعد الفوز برباعية نظيفة على نظيره الفلسطيني ضمن فعالية كأس العرب المقامة حاليا بقطر طبيب المنتخب المغربي عبد الرزاق هيفسي أكد في تصريح لمبعوت إنفان كاتخ إلى قطر أن اللاعبين أيوب العملود وكريم البركاوي سيغيبان بشكل مؤقت عن منافسة دور المجموعات بسبب الإصابة بدر زيو وتقرير التالي بعد الفوز الصريح للمنتخب المغربي على منتخب فلسطين أمس بأربعة أهداف نظيفة برسم دورة كأس العرب المقامة حاليا بقطر أجرى أسود الأطلس حصة تدريبية خصصة لإزالة العياء والسعادة اللياقة البدنية تحكمنا في زمام الأمور جاء الهدف الأول عن طريق محمد ناهيري الحمد لله دخلنا الشوت جاني فستحودنا على الكرة وسجنا الأهداف والحمد لله كان هذه الانتصار المغاربة هذا وأكد عبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب المغربي الرديف لكرة القدم أن اللاعبين أيوب العملود وكريم البركاوي سيغيبان بشكل مؤقت عن منافسات دور المجموعات بسبب الإصابة مضيفا أن جل اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة ولياقة بدنية عالية دينا كيف كتشوفوا اللاعبين اللاعبين اللاعبوا البارح ما حاضرينش هذا الصباح ديروا واحد الحصة ديروا الريكيبراسيون في الوتيل اللي باقين معهم دو كينزي تيرابوت اللي حارسين على هذا القطية وتنتظر العناصر الوطنية امتحانا جدا يوم السبت المقبل في اللقاء المرتقب أمام المنتخب الأردني حيث يسعى المنتخب الرديف تأكيد ريادته للمجموعة الثالثة وبالخبر الرياضي ننهي هذه النشرة تفاصيل أوفعنا خبار المغربي والعالم تجدونها مشاهدين على موقعنا الإلكتروني M24 TV.MA